أجيال من الأسر قتلت في قطاع غزة هكذا عنوانت وكالة أسوشيت بريس الأمريكية تحقيقا مفصلا لأشهر من المجازر في حرب إبادة لا ريب فيها ضد السكان لسيما النساء والأطفال تحقيق أسوشيت بريس تناول جانبا من تدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ألا وهي قتل العائلات ونتيجة هذا التحقيق كانت صادمة فمن كل ستين عائلة فلسطينية قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن خمسة وعشرين فردا فيها وأحيانا طالت الإبادة أربعة أجيال من نفس السلالة في الهجمات التي نفذت بين شهرين تشرين الأول وكانون الأول عام 2023 وهي الفترة الأكثر دموية وتدميرا في الحرب أرباب أسر وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم قتلوا جميعا في الغارات التي استخدمتها في بعضها أسلحة محرمة دوليا ولأن قسما من العائلات الغزية لم ينجو من أفرادها أحد فلم يتم رصد الخسائر لتصبح مشاركة المعلومات وتوثيقها أكثر صعوبة يبين تحقيق الوكالة أنه في هذه الحرب عانت نحو 1900 أسر من وفيات متعددة فيما تكررت الفاجعة لدى عشرات العائلات التي فقدت أكثر من عشرة من أفرادها في حرب عام 2014 في غزة أرقام القتلى مهولة إلى الحد الذي عجزت معه منظمات دولية معنية بالرصد وتقديم الإغاثة الإنسانية عن تحديد إجمال عدد القتلى إذ لا يزال الكثيرون من الضحايا تحت الأنقاض أو مفقودين قتل العائلات عبر الأجيال هو جزء أساسي من قضية الإبادة الجماعية المعروفة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تمخضت عن إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يولاف غالانت ولعل حجم الكارثة الإنسانية في غزة إلى جانب فشل نتنياهو في حسم الحرب لصالحه منذ أشهر أفرز حالة من الفوضى والانقسام في الداخل المحتل على شكل استقالات لوزراء في حكومة الحرب أو تظاهرات لأهالي الرهائن الغاضبين مما عدوه فاشلا استراتيجيا قد يكلف الكيان المحتل أثمانا باهضة على المدى القريب خاصة إذا ما توسعت الحرب لتشمل دولا أخرى واضعة للمنطقة أمام مستقبل مجهول